مكافحة تغيير المناخ في أجندة دول الاتحاد الأوروبي الوزراء يجتمعون لوضع خطط مشتركة لهذه الغاية من المتوقع أن يتفق اجتماع وزراء الطاقة ووزراء البيئة على مواقف مشتركة بشأن القوانين المقترحة لتحقيق هدف 2030 لخفض الانبعاثات الصوفية 55% عن مستويات عام 1990 وستعمل القوانين على توسيع الطاقة المتجددة وتجديد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي وهذر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035 ومن المتوقع أن يدعم أيضا وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة 9% مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030